حقن الرجبة اللي بيطلق عليها حقن الزيت أو الجيلاتين الدكاترة وقت بتوصفها لمرضى خشونة الرجبة فهل فعلا الحقن دي مفيدة للرجبة؟ أهلا بيكوا أنا الدكتور هشام عبدالباقي استشارج راحة العظامة ومفاصل في جامعة عين شمس حقن الرجبة بالمواد الزيتية أو الجيلاتينية واللي اسمها العلمي هيلورونيك أسد بيتم استخدامه من سنين طويلة لحالات خشونة نفسة للرجبة ومن أوائل السبعينات لما ابتدى يتعامل دراسات على الحقن دي ما كانش فيه اتفاق علمي على مدى جدوى الحقن وهل هي فعلا بتفيد المريض ولا لأ والأي درجة بتفيدهم وكنا عادة بنستبعد المرضى اللي عندهم زيادة كبيرة في الوزن أو تقوص في الصقين أو خشونة متقدمة في مفصل الرجبة عشان المرضى دول صعب ان هم يستفيدوا بحقن الرجبة بصفة عامة وظهرت أنواع كتير من حقن الهيلورونيك أسد والشركات بتارت تتنافس للحصول على أكبر نصيب ديها من السوق المربح ده وبقى فيه أنواع من الحقن الشركات بتدعي ان تأثيرها بيستمر ثلاث شهور وأنواع تانية وزنها الجزئي كبير اللي هي الهاي موليكلر ويت وقالوا ان تأثيرها ممكن يستمر لمدة سنة وأسعارها طبعا أغلى وفيه أنواع متشابكة الوزيئات اللي بيسموها كروس لينكت وقالوا انها أحسن وهكذا ولكن بمرور الوقت ما كانش فيه أبحاث قوية محايدة تثبت ان الحقن دي فعلا مفيدة محايدة دي مقصود بيها ان الأبحاث مش ممولة من الشركات المنتجة للحقن وفي الولايات المتحدة استخدام الحقن الزيتية دي زاد بمعدل كبير ما بين سنة 2012 و2018 والإحصائيات بتقول أن واحد من كل السبع عينين في أمريكا عندهم خشون في الرجبة أخذوا الحقن الزيتية دي كعلاج أولي للخشون وفي سنة 2018 لوحدها اتصرف على الحقن دي في أمريكا مبلغ 325 مليون دولار من خلال ميديكير اللي هي أكبر مؤسسة حكومية للتأمين على الساحة في أمريكا والغريب أن أكتر من ربع الفلوس دي اتصرف في علاج مرضى جالهم التهابات الصدادية في المفاصل بعد الحقن وفي أغسطس سنة 2021 الأكاديمية الأمريكية نشرت توصياتها في علاج خشونة الرجبة وقالت أنها لا توصي بإعطاء حقن الهيلورونيك أسد بصورة روتينية لمرضى خشونة الرجبة وقالت أن ما فيش فرق ما بين الأنواع اللي وزنها الجزئي عالي واللي شادت الترابط وأن كلهم زي بعضهم والشهر ده اتنشر بحث مهم جدا في مجلة بريتش ميديكال جورنال وهي من أكبر المجلات العلمية في العالم وفي البحث ده تن مراجعة 170 دراسة اتعاملوا على 21 ألف مريض عندهم كون شونة في الرجبة والنتيجة اللي انتهت لها الأبحاث دي هي التأكيد على أن الحقن الزيتية دي تأثرها مايفرقش كتير عن العلاج الوهمي بالحقن اللي ما فيهاش مادة فعالة أصلا مش بس كده البحث أكد أن الحقن دي ممكن تعرض المرضى لبعض المخاطر نتيجة حقنهم من غير فايدة ملحوظة وبالتالي كتير من الداكاترة وخصوصا الممتابعين للأبحاث العلمية ابتعدوا عن الحقن دي في السنوات الأخيرة وبالتالي مش عايزين نخط أمل كبير على الحقن دي ولكن نهتم بالأمور الأساسية زي تقليل الوزن والتعليمات العامة اللي بنقولها لمرضى خشونة الرجبة اللي ممكن تلاقوها أنا كاتبها على الموقع عندنا على الانترنت مع تمنيات لكم بالصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر